السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا اياكم الان راح نبلش بالكود اول شي انا راح اعمله هعمل frame طبعا خارج المين هعمل frame j frame او ممكن تعمل extend للframe extend j frame او j f تعمل extend للframe اوكي وما تحتاج انه ان تكتب j frame بعد ذلك سنتكتب المين اللي هو الكونستركتور اوكي وفي داخلها تعمل مجموعة buttons مثلا j b خلق نقول b1 او btn1 يساوي لك new اوكي هذا هنسمي مثلا north اي بمعنى هيكون في جهة الشمال هنعمل ايضا ممكن نعملها كلها j button او ممكن نعمل فيها text area حسب اللي احنا نريدها بس خلونا نعمل button حتى نشوف الفكرة هنعمل button اخر هذا الثاني وحنعمل الثالث الرابع الخامس احنا قلنا border layout يتكون من خمس اجزاء اوكي فحيكون هذا اثنين حيكون هذا ثلاثة حيكون هذا اربع في غير Russian هنكتب مثلا south هو Wet وهنا ist ساعد يصدد ساعد يصدد ساعد مستددد مسمى هذا اوadas ومع ذلك الـ Center ربما معنا المتصف جميل جدا إذن هنا يبقى عدنا فقط نعمل Add للـ Frame نعمل لهم Add فارزة وناقطع كم بطن عدنا؟ خمسة إذن خمس مرات نعملها Add واحد ثلاثة أربعة خمسة جميل جدا أول Add سيكون الـ BTN هذا الـ BTN1 إذن أنا حضيف لـ Layout نعرف إنه ممكن نعمل فارزة ونذكر هنا نوع الـ Layout الـ Layout هيكون بـ BorderLayout اللي هي من AWT . هنذكر إنه هذا هيكون الأول واحد كان في الشمال إذن North هذا أول واحد نأخذ هذا Copy ونحط هنا Best وهذا نغيره بـ South أصور North South بعد ذلك الشرق والغرب V ما نغيره بـ ما نغيره بـ آه هذا زايد باست، هذا الـ Center Center، جميل جداً عملنا Layout، هذه هي فكرة Layout Border Layout أنه أنت ممكن تضاعها بالفريم ونفس الوقت تحدد أنه أي اتجاه يكون هذا العنصر أو الـ Component اللي أنت حضيفه سواء كان Button أو Table أو أي شيء كان آخر بعد ما أنت حددت هاي العناصر يبقى عليك أنه أنت تحدد أشياء منها مثلاً الـ Set Size Set Size مثلاً هتكتبها 500 هتكون أوضح 500 وأيضاً تضعه هنا Set Visible True أوكي، هذا الأشياء اللي تحتاج أنت فقط لعمل الـ Border Layout يبقى هنا فقط أنه أنت تعمل الـ New لـ Main هذا كل في الموضوع خلونا نعمل Run ونأخذ فكرة عنها اثناء كيف يمكنك أن تكون موضوع بحجم الشاشة North أثناء خلونا نراجع الكود مرة أخرى في زي خلينا لا نعمل extent لل J frame احنا هنا J frame حنساميها frame اوكي وهنا اوكي بس احنا لن ننسى انه frame حيث ساولنا new new J frame اوكي فارز و نقطه اوكي صح احنا هنا عدنا غلط two three اللي انتبه عليها شديدك اوكي that's it تمام لاحظ احنا ال north احنا ال east احنا ال east احنا ال south احنا center اوكي فاذا هاي هي فكرة انه تستخدم border layout هذا هو border layout و احنا استخدمناها تصور في ال ip تذكرون استخدمنا border layout فهذا هي فكرة border layout في حال اذا انت تريد تعمل هذا النوع من اللي اوت اوكي فممكن تستخدم هذا يعني اذا كان عندك layout بهذا الشكل تريده why not ممكن تستخدمها فلهنا رح نوصل لنهاية الدرس ونلتقي اياكم layout جديد مع السلامة